في حين أن الشاعر في عجلة من المفاجأة التي أعدها لأسليم فإن أسليم في معضلة كبيرة يحلم سبتمبر أنهم سوف يجتمعون أخيرا مع ياؤمز ويستعدون لإخباره بكل شيء يجب أن يتطلع ياريز إلى اجتماعهما أيضا ومع ذلك كلاهما غير مدركين لخطط الملاك إرمول يجعل أوزان يستمع إلى أسليم بينما يطعن جي أشخان يريدها أن تقبل عرض زواج ابنه مقابل تركه على قيد الحياة في الواقع عليه أن يفعل ذلك الشاعر مصاد يعتقد أن زهرة سبتمبر هي عشيقة يا إرمز ولا تخبر عن قضية الطفل الملاك يضع فخ للزهرة ويجعلها تسقط يعلق أوشي إرميك على الكابل ويلقي بجريمة الفكر في سبتمبر يتعلم أن زهرة سبتمبر ليست من محبي يا إرمز لكنه قرر أن يقول الحقيقة غدا ويغادر في الواقع إنه يعاني من معضلة كبيرة إما أن ينقذ حياة الشاعر أو يتسبب في وفاته يستعد سبتمبر لإخبار يا إرمز بكل الحقائق يدرك كوراي أنه سيفقدها إلى الأبد عدنان لديه خطط أخرى لي أن أمس يهدد إرمو الأسليم علنا بقتل أوزان ويطلب منها الزواج من فاتح أوزان الذي يعتقد أن أسليم تعرض لحادث يعاني من انهيار عصبي ويقول إنه يريد الزواج من أسليم معتقدا أنه لا يمكن أن يكون بدون أسليم في الواقع يبقى بينهما ديسمبر عندما علم ملك بعلاقة سبتمبر ويا إرمز يصاد بالجنون يبدأ في التخطيط لأشياء سيئة يعترف كوراي الذي هاجم إيل إرمل وهو في حالة سكر أنه لم ينم مع إيل إرمل في ذلك اليوم سبتمبر الآن متأكد تماما من أن الطفل من يغيز يبدأ الرازي بالذعر من الخير إلى الخير في مواجهة حالة ملك السيكوباتية بينما يشك نرمين في ابنته قرر ملك استخدام سبتمبر مرة أخرى للحصول على ياء إرمز يتم أخذ الشاعر إلى الجناح في الواقع إنه يواجه تهديدا خطيرا للغاية تعتمد حياة أوزان وجوليدي على القرار الذي سيتخذه الشاعر مقتنعا بأنه لا يستطيع الخروج من الداخل يدعوه إلى جانبه ويغمر نفسه تماما في الشعور بأن امتظار أسليم سيكون عبثا يتمنى ألا يأتي مرة أخرى في الواقع سوف ينهار الفاتح المهوس بشكل رهيب بأسليم يضع رجلين بعد برشين لما فعلوه به ويخيفه ثم يعلن الحب لأسليم يقترح الزواج في الواقع عندما يرفض بشدة يجعل شول الأمر مسألة فخر يخبر ابنه أنه سيأخذ أسليم ينهار يا إرمز كثيرا عندما يدرك أن الإرمل ساعد ملك وساعده وملك على أن يصبح عاشقين سبتمبر يأخذ اختبار مرة أخرى لإثبات أن الأبى الحقيقي للطفل هو الدهون يتحد أسليم ويا إرمز لإثبات براءة أوزان بينما تتمنى جوليدي إنقاذ ابنها تتعلم أن الشركة تحتاج أيضا إلى الخلاص سبتمبر يذهب إلى مقهى لتلبية متبرع الذي سوف يعطيها منحة دراسية في الواقع تم القبض عليه لمحاولته إلقاء اللوم على أوزان عندما يذهب إلى السجن يمسك الشعر في اللحظة الأخيرة ويقول الحقيقة غير كوري نتيجة اختبار الحمض النووي رازي يقارن إيفيت ويا إرمز تقع العفة في الحب بمجرد أن ترى يا أوشنز ينتقل نيرمين للقاء الإرمل من خلال المعلومات التي قدمها به إرميت غير مدرك إلى أين هو ذاهد سبتمبر على وشك مقابلة نيرمين سيفعل يغيز أي شيء للعثور على سبتمبر المختطف أسل إرم وأوزاني يختبئان من الشرطة من ناحية ومن ناحية أخرى يتابعان الحقيقة رازية محاصرة عندما علمت أن نيرمين قريبة جدا من العثور على ابنتها سبتمبر يتلقى نتيجة اختبار الحمض النووي الصبي من يا إيمز لكن رجال عدنان اختطفوه قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك سوف يأتي الزيت بعدك في الحقيقة هو سيختطف الشاعر ليس لديه نية لتسليمها إلى الشرطة تم نقل كان إلى المستشفى مصابا بجروح عندما يكتشف الشاعر وأسليم هذا الأمر يفعان آمالهما لكن إرمو لا يقتل كان المحقق الذي استأجره نيرمين يجد إل إرميل نيرمين غير مدرك أنه سبتمبر إنه سعيد لأنه تم العثور على ابنته يا إرمز مصمم على جعل إل إرميل يقول الحقيقة كوراي الذي نفد صبره مع عدم قدرة يا إرمز إل إرميل على الانفصال مصمم على إثارة الأمور عندما يتم سحق الشاعر تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها سيكون من الجيد في الواقع التواصل معه مصير كان سيؤثر على مصيرهم كذلك عبنان يضغط على إل إرميل بسبب ديونه لإحسان من ناحية أخرى يعاني سبتمبر من ضغط كوراي ويذهب إلى العيادة لإجراء الاختبار لمعرفة من هو الطفل حقا توصلت يا إرمز التي تتبعها إلى استنتاج مفاده أن الطفل قد يكون من نفسها وليس من كوراي بناء على حقيقة أن الإرميل خضع لاختبار الفاتح يحبس الشاعر يعتقد أوزان أن كان اختطف جوليدي وبينما كان يكافح مع كان أطلق إرمول النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد الشاعر أنه أطلق النار على كان بنفسه الشاعر يبحث عن طرق لتعويض سليم ومع ذلك ليس لدى أسل إرم أي فكرة عن مسامحة الشاعر عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يا إرمار يحتاج إلى خطط جديدة بينما يعاني يا إرمز من ألم إدارة ظهره لعائلته فإن سبتمبر وعائلته يعطونه ذرعهم وأجنحتهم سبتمبر يقترض من قرش القرب يدفع المال للمستشفى يعيش لديه عملية جراحية العملية ناجحة نتيجة لجهود يا أوشينز الذي سقط في مطاردة الشخص الذي ضرب يا إرمار تخرج نهاية الحبل إلى عدنان تم القبض على عدنان أمام عيني يا إرمز يهرب كوري يحاول الشاعر أن يجعل الكان يتكلم لكن الفاتح يتدخل في الموقف قبل أن يتمكن من الوصول إلى أي بيانات عن الفاتح برش يعاني من نزيف أوزان يجبر أسليم على دخول السيارة بالقوة سيفتقدها تقترب يا إرمار من الموت كل دقيقة وتحاول سبتمبر موازنة أموال جراحة والدها من ناحية أخرى يبحث يا إرمز عن العثور على أثر السيارة الزرقاء التي اصطدمت يا إرمار لقد أحببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات